مرحبا كيف حالكم أصدقائي واليوم بإذن الله تعالى قد جئتكم مجددا بفيديو جديد في مادة التربية الإسلامية عندنا فرض الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية لسلاميذ السنة الأولى متوسط وبالمناسبة أحيي جميع سلاميذ سنة أولى متوسط عندي الآن النموذج رقم واحد ونموذج ثاني سينزل على القناة قريبا وقبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى تطلق زر الإعجاب أكيد إذا أعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس التنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد ننشره على قناتنا التعليمية ولنبدأ على بركة الله تعالى الوضعية الأولى يقول الله تعالى في سورة البروش بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج من الآية الأولى إلى والله على كل شيء شهد إلى الآية التاسعة إذن عندي ها هي أكمل الآية الأولى إلى الآية التاسعة أولا أكمل الآيات ونضبطها بالشكل نكمل هذه الآيات من الآية الأولى إلى التاسعة ونضبطها بالشكل الآن عندي إشرح المفردات الثالية نشرح المفردات الثالية أعطني ندرش كلمات لهم البروج والأخذر دي طلب مني أنه نشرحهم الوضعية الثانية الآن عندي الصدق فضيلة خلقية كريمة التعليمة الآن هنا التعليمة قالي أولاً بين أنواع الصدق رح نذكر أنواع الصدق عامة أنواع الصدق ورح نذكر الفوائد كي يقولي هنا فوائد صدق معناها الإيجابيات نسعوه معناها الجانب الإيجابي إذن هنا عندي أذكر فوائد صدق يعني نذكر الإيجابيات ورح نبيني الأنواع أنتعوه أيضاً الآن مع الوضعية الإدماجية نسبة الوضعية الإدماجية هنا السياق قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم سورة الأهل عمران الآية 104 التعليم الآن اعتماداً على ما درست عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ الفراغ الآن عندي الوضعية الإدماجية بنسبة الوضعية الإدماجية هنا يعطاني فقرة حول الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب مني أن نملأ الفراغات يعني حتلي فيها فراغات أنا رح نملأ هات الفراغات إذن ها هيكي عندي الفقرة انتائية رح نبدأ نقرأ عندي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم رح نذكر اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عام ما هو العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رح نذكر اسم العام عام ماذا عام ماذا الآن أبوه من هو أب الرسول صلى الله عليه وسلم قاله هنا أبوه من هو أبو الرسول صلى الله عليه وسلم رح نذكر الاسم أبو الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أيضا قاله توفي وهو في بطن أمه يعني الأب بتاع توفي عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه أمه من رح نذكر اسم أم رسول صلى الله عليه وسلم إذن هايا رح نذكر أم رسول صلى الله عليه وسلم أرضعته من مرضعته ما هو اسم مرضعته أرضعته من ولما بلغ من العمر ولما بلغ من العمر عندما بلغ من العمر ماذا سنوات وقعت له حادثة تشق الصدر ولما بلغ من العمر ماذا سنوات توفيت أمه ورباه جده سنذكر اسم جد الرسول صلى الله عليه وسلم ورباه جده من هو جده وبعد عامين توفيت جده فكفله عمه أيضا ما هو اسم عمر رسول صلى الله عليه وسلم تزوج من من هي زوجتها وشارك القوم في رفع ماذا وهذا عند بناء الكعبة وكان يلقب يعني لقب من القابر رسول صلى الله عليه وسلم سنذكره هنا الإجابة الآن إجابة الوفعية الأولى سأولا سنكمل الآيات وسنضبطها بالشكل من الآية الأولى إلى الآية رقم سعة صورة البرج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهد صدق الله العظيم سنعودها مرة أخرى بشترسخ في المختار بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهد صدق الله العظيم اللحظة هناك من الآيات من الآية الأولى إلى الآية التاسعة وأضبطناها بالشكل ثانيا بنسبة الثاني عندي شرح المفردات السالية أعطاني زوج مصطلحات أو زوج مفردات وطلب مني أن نشرح عندي البروج والأخدود البروج أولا مواقع الكواكب والنجوم مواقع الكواكب والنجوم الأخدود الآن وهو الخندق أي الشق العظيم المستطيل في الأرض الأخدود الخندق أي الخندق وهو الشق العظيم المستطيل في الأرض عندي الوضعية الثانية الآن أنواع الصدق عندي أولا الصدق مع الله الصدق مع الله وهذا بعبادته والصدق مع الناس أكون صادق مع الناس أي أتجنب الكذب وأحفظ الأمانات وأيضا الصدق مع الناس يعني أهم حاجة أن نكون صدقين مع أنفسنا عندي الصدق مع الله الصدق مع الناس والصدق مع النفس عندي الصدق ثلاثة أنواع مع الله مع الناس ومع النفس فوائد الصدق الآن الصدق له الكثير والعديد من الفوائد التي لا تحصى ولا تعد أولا الاتصاف بعز النفس أو عز النفس وعلو والهمة وأيضا السلامة من مرض النفاق ثانيا احتلال مكانة محترمة في قلوب الناس ممارسة الصدق مع الناس وأيضا تجنب الكذب تجنب النفاق هنا سنحتل مكانة محترمة وهذا في قلوب الناس أكيد وأيضا الاتصاف بالبر في كل شيء والدخول في فئة الأبرار الاتصاف بالبر في كل شيء وأيضا الدخول في فئة الأبرار الآن رح نروح للحل عندي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم عندي هاو كي يقول له ذا عدمجية تعنا أولا نحب داو عندي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثانية عشر ربيع الأول عندي يوم الاثنين ثانية عشر ربيع الأول وهذا عام الفيل ولدرسه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اثنى عشر ربيع الأول عام الفيل من هو أبوه؟ أبوه عبد الله توفي وهو في بطن أمه أمنا بنت وهب أمه أمنا بنت وهب من أرضعته؟ أرضعته حليمة السعدية ولما بلغ من العمر أربعة سنوات لما بلغ من العمر أربعة سنوات وقعت له حادثة شق الصدر ولما بلغ من العمر ستة سنوات توفيت أمه ورباه جده عبد المطالب وبعد عامين توفي جده فكفله أمه أبو طالب تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلت وقد شارك القوم في رفع الحجر الأسود عند بناء الكعبة وكان يلقب بالصادق الأمين في النهاية أريد أن أشكركم يا أصدقائي على حسن إصغائكم وعلى حسن متابعتكم شكرا ومع السلامة